اسمح لي أخد من كلامك فعلاً ونخرج لنقطة مهمة جداً فكرة إنه الجهات التنفيذية تنزل فعلاً على أرض الواقع دي كانت توجهات الحكومة الجديدة وتوجهات سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودكتور مصافة وانبولي رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة الجديدة لازم تنزل بالفعل وتشوفوا ده اللي شفناه يعني بالفعل زي مباريب كان بتكلم دلوقتي إنه الوزراء بيجوا موجودين سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه كان موجود من فترة الوزراء بينزلوا يتفقدوا بيشوفوا المشاريع بيشوفوا وصلنا لحد فين وده الحقيقة اللي بيقلل الفجوة زي مباريب كان بتكلم دلوقتي مبين المواطن والإرادة السياسية أو مبين الجهة التنفيذية من الحكومات عشان نقدر نوصل لحاجة حقيقة نستمت بها على الأرض الواقع وزي ما كنت بتكلم إبراهيم دلوقتي على فكرة الملاعب يعني إحنا حتى دي جزء من الصناعة المصرية فده هيروج أكتر فكرة بقى الرياضة تحديدا ودي ملعبك يعني عندنا الملاعب لأول مرة موجودة على الشط ملعب كرة القدم ملعب كرة السلة البادل غيرها شايف ده إزاي ممكن يأثر بشكل عام في التوجه الرياضي في مصر يأثر إزاي على اللعيبة إزاي ممكن يبقى حاجة مستدامة فعلا هقولك واحد من أكتر الحاجات والأسباب إحنا دي جاتي حتى في الكورة في الاستوديوهات وفي البرامج دي 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 نتكلم بنقول إحنا المواهب عندنا قلت شوية لما تيجي تشوف الموضوع ده من جزوره هتلاقيه سببه والأساسي إيه إن ما بقاش عندك مساحات كتيرة الناس بتلعب فيه أنا و أنا عائل صغير كنت بتلعب فيهم تلعب في الشارع انت النهارده أقول لي مين يقدر يخلي ولده وينزل عهو في الشارع ده الناس اللي ساكن في جيت الكمبوند بيسعب بيقلق ويخي يقول لك لأ يا عم صليبني لو نزل إحنا برضو بقينها محسوكين شوية مع عيالنا مش زي قبل كده إحنا بقينا بنحق معين هو مفود ينزل ويتعامل ويشوف ويخبط في الدنيا عشان شخصته تتشكل وتتكون فانت النهارده لما تكون موجود في مدينة خلاص إحنا بنتكلمش على العالمين إن هي منتجع ولا مقصد سياحي فقط لغير لما انت تكون ماشي في المدينة دي يعني واحد من أهم أسباب تميز مثلاً الوقت المتحدة الأمريكية في كرة السلة إن انت في كل نيبر هود هناك وزي ما بيسموه هتلاقي بورد بتاعت سلة وبيلعبه فهم إزاي؟ فأنت عندك قاعدة مهولة من الناس اللي بتنرس كرة السلة فلو انت قاعدة بتاعتك مثلاً سي مثلاً خمسين مليون أكيد يا عم هتطلع منهم خمسين ألف سوبر سوبر يعني طب الطب فهم إزاي؟ نفس القصة أنا النهارده لما لقي في مدينة ملاعب ده على الفكرة ملاعب اللي كريم تفضل وقال عليها دي كلها بالمجان يعني أنت جاي بشنطتك دخلت روح تفتح الشنطة مغير اللبس داخل اللاعب شكراً ما حد شركت بتعمل إيه؟ حلو؟ لما أنا كتر ملاعب دي في كل حتة في مصر خباك برضو أنت عندك تخطيط لمدن سابقة ما كانش مجهز لها الكلام ده فلما أنت تاخد بالك في المدن الجديدة زي ما أنت العالمين أنت عامل في كل حتة ملاعب مفتوحة أنا النهارده راجل ربه هنا أنت بتراعي بعدين بعد اجتماعي وبعد رياضي بعد اجتماعي أن أنا مثلاً ربه أسرة ما عنديش مقدرة ودي ابن نادي ما عنديش فلوس أن أنا خليه يدفع اشتراك كل شهر أو اشتراك كل سنة برقم يرهق ميزانيتي الشخصية أو ميزانيتي العائلية فأنا عندي متنفس لابني أو بنتي ده أنه هو ينزل يلعب ولو تفوق هيبقى عنده فرصة ساعتها أنه يروح نادي فالنادي ده هو اللي هيتحمل كل أعباء وتكاليف اللي اعتنق بموهبته فكده أنا حققت بوعد اجتماعي مهم جداً أن الشاب ده بنت أو ولد بقى عندهم متنفس عنده متنفس يطلعوا ويطلع طاقته دي في حاجة مفيدة زي الرياضة بدل ما هو بيطلعها مثلاً في أي حاجة تانية بقى عندي شكل من أشكال التقدير والاحترام للمواطن اللي هو أوتوماتيك اللي هيعود من المواطن على البلد وعلى الحكومة اللي موجودة عن طريق إيه؟ عن طريق أن حاسس أن الناس دي شايفاني وشايف الأعباء اللي ممكن تكون موجودة عليها فبتحاول تساعدني أن هي بتعمل حاجة ليه ولعيالي مايرهقنيش بقى بسؤال ابني ولا بنتي أنا عايز روح النادي دينا فلوس نروح نشترك طب مش عارف إيه إحنا معناش فلوس نروح نشترك في نادي فأنا وجد المتنفس يقدر يعمل فيه وده المتنفس اللي كان موجود بقول لك زمان قبل كده كنا في الشارع بتنزل تلعب كرة وكان عندك الحواري والشارع مليان لعيبة كرة تمام؟ ده البعد الاجتماعي البعد الرياضي إنه أوتوماتيك لكل ما زودت يعني إحنا عايز أقول لك إحنا قاعدة ممارسي كرة القدم المسجلة في الاتحاد المصري لكرة القدم أنا بكلم على الكرة بحكم إن هي اللعبة الشعبية الأولى يعني رقم يدحك مش عايز أقوله عشان أنا مكسوف إن أنا أقوله يعني مقاراً بالتعداد السكاني لجمهورية مصر العربية حاجة دحك ما ينفعش إن إحنا دولة تعدادها بالملايين يبقى الممارسي كرة القدم عندنا بالألفات مفيش حاجة كده مش حاجة كده يعني مفيش فأنت كل ما كتطرت البلاتفورم أرجع أقولك بقى كل ما كتطرت البلاتفورم أو المنصات اللي من خلالها الشباب يلعبوا رياضة أوتوماتيك لي بتزود القاعدة بتاعت الممارسة وكل ما زودت قاعدة الممارسة أوتوماتيك لي ده بيصب في قاعدة المحترفين إن نسبة المميزين منهم نسبة المحترفين منهم بتزيد وبالتالي ده بيعود على قطاع الرياضة فده لما أنت تبقى تستهدف مثلا في الأولمبيكس أولمبياد الشغلاء دلوقتي مثلا سي مثلا أقصى طموحك تحقق عشرة خمسين ميدالية ده لو حققتهم تبقى لا أنت رايح أنا بتكلم على ميت ميدالية أنا راح بتكلم على خمسين ميدالية على ستين ميدالية آه نحلم ونشتغل ده لأن إحنا قادرين قادرين على مستوى الجودة بتاعت الفرض المصري لما بيحط حاجة في دماغه وبنكسر الدنيا على مدار التاريخ لما بنحط حاجة في دماغنا بنحققها وربنا بينصرنا فيها وبيكرمنا فيها وبيوفقنا فيها الحاجة الثانية أنت عندك شعب أكتر من نصه شباب عندك توجه من القادة السياسية بدعم الشباب ببنى إنسان بشكل مختلف بتزليل عقبات قدام كل الوزارات عشان توجد شكل مختلف للمجتمع المصري فلو ما استغلتش ده طب هتستغله إمتى